بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته الحديث عن احتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة هي الحلقة التاسعة والأربعون وفيها سأذكر ثورة عام 1919 كان قد مضى على احتلال البريطاني في مصر سبعة وثلاثون عاما في انهم دخلوا في سنة 1299 الهجرة 1882 وقامت الثورة في 1335 تقريبا بالنسبة للهجري هذه الثورة لها أسباب بعيدة وأسباب قريبة أما أسباب البعيدة فهذا الاحتلال نفسه في مصر وجرائم الاحتلال البريطاني في مصر والاعتداء على الثوابت المصرية في مصر وإفساد التعليم وإفساد الحياة الاجتماعية وإفساد الجرائد وإنشاء جرائد عميلة وتكميم الأفواه ومحاولة إيجاد سياسة ما فرق تسد اشتهر بها بريطانيون هذه كله أسباب بعيدة للثورة وذكرت كثيرا منها فيما سبق أما الأسباب القريبة فهي الحرب العالمية الأولى إعلان الأحكام العرفية الحكم العسكري وما حصل من إرهاق للمصريين وتقييد لحرياتهم عدم وفاء بريطانيا بوعدها أن لا يكون لمصر أي يد في الحرب وأنها ستكفر بكل نفقات فعمدت إلى جمع المال من الفلاحين بالقوة وأخذت منهم المواشي والمحاصيل والدواب بأدنى الأسعار وجندت مليون ومئتي ألف شاب مصري بالقوة أيضا وبالقهر وبالسلاسل كالعبيد عملتهم وشدتهم شدا إلى مراداتها وطلباتها كل هذا له أثر كبير في توجيه الثورة كما نعلم أيضا السياسة القطنية وتدني سعر القطن كانوا أثر في الفلاحين وفي زيادة بؤسهم تعهد مبادئ ويلسون الأربع عشرة وتعهد الحلفاء بالعمل على حرية الشعوب وضمان استقلالها كل ذلك وعدم إيفاء بهذا كل هذا ولد أجواء أجواء ضخمة أما السبب بالمباشر طبعا كما ذكرت حلقة الماضية هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه الإنجليز بنفي سعد زغلول ورفاقه إلى مالطة كان كما قلت لكم سعد زغلول ورث الحزب الوطني وسار هو وبعض رفاقه هم المصدرون في مصر أمام الشعب وأمام الناس ولم يكن في الحقيقة هناك شخصية أخرى مكافئة لشخصية سعد زغلول في مصر آنذاك في 1919 ما الباقي مشخصيات رسمية مثل حسين روشد ديباشة ورئيس وزراء أو السلطان أحمد فؤاد آنذاك أو أعضاء الحكومة أو أعضاء الجمعية التشريعية ما كان لهم تلك ذلك الصدى سعد زغلول بدأ عند الجماهير يأخذ صدى وصدى كبيرا والجماهير لا تقوم الأشخاص بالمناسبة ولا تحكم على الأشخاص بالمناسبة إنما الجماهير هي ردة فعل تصرفاته ردة فعل أيها الإخوة والأخوات الإنجليز نفوا سعد زغلول ورفاقه وسعد زغلول هو ورفاقه هم النواب عن الأمة إذن جمهور يقوم ويثور نوعية هذه النيابة ومن هو سعد وما هي مواقفه وهذا آخر ما يهم الجمهور المصرية وكل جمهور غير واعي في الجملة وجماهير في الجملة غير واعية في كل زمان ومكان وتصدر سعد زغلول في ذهن جماهير واستطاع أن يقود الحياة المصرية قيادة تامة من 1919 تقريبا إلى وفاة سنة 1927 ثمان سنوات وتأسف الإنجليز بمناسبة على وفاته تأسفا كبيرا أن فقدوا نصيرا لأن سعد زغلول بدأ انجليزيا وانتهى انجليزيا وفي الوسط كان وطنيا وقاد الثورة انصح التعبير لأن بعض المؤرخين يرفض أصلا أن يكون لسعد ورفاقه أيد في الثورة وهذا هو الحقيقة لأن الشعب ثار لجملة أسباب ذكرتها لكم وكان المحرك الأخير لهذه البدايات الثورة هو النفي وما كانت سعد ورفاقه أصلا يظنون أن ثورة ستقوم وما كانوا مهيئين لها بنصوص ربما سأريدها أو أريد بعضها إن شاء الله تعالى بعد ذلك الذي حصل أن أريد أن أؤكد على شيء مهم هو الاتجاه الإسلامي في الثورة ثورة 1919 هذه الثورة طبعا كان الأزهر يد فيها وإن كانت يدا قصيرة لكن كان له يد على أي حال وطبعا الإنجليز هددوا رجال الأزهر وهددوا أشخاص الأزهر سأتي على هذا إن شاء الله تعالى الجماهير ثبت أنها كانت مثلا في أثناء الثورة العلم التركي كان مرفوعا العلم التركي كان مرفوعا على بعض البيوت وفي بعض القرى ومع أن تركيا انتهت سيادتها رسميا على مصر منذ زمن بعيد لكن الجماهير كانت تنظر إلى تركيا على أنها هي ممثل الإسلام سواء بقيت في مصر أو خرجت من مصر فبروز الأحلام في الثورة يدل على أن أيضا هناك نوعا من الاتجاه الإسلامي لهذه الثورة مهما كان قليلا وأيضا برزت روح الفداء والجهاد ونودي بالجهاد يعني كانت هذه كانت آخر نداءات للجهاد بوضوح في مصر آنذاك لكن نودي بالجهاد وكانت المنشورات تحث على الجهاد جهاد أعداء الأمة هكذا وكان الخدهوي عباس حلمي أيضا يؤازر بمنشورات تدعو إلى الجهاد وهذه كانت تسمى المنشورات السرية أن ذاك كان إنجليز يعاقبون من يجدونها في يده بالسجن والجلد والغرامات والضرب وكانوا يأمرون بجمعها ويحذرون من تعليقها أو توزيعها لكن مع ذاك انتشرت المنشورات السرية كانت تسمى ولأن الشعب كان يأس من الجرائد العميلة التي كانت توجه كل شيء ضده فكانوا يعمدون إلى قضية المنشورات السرية هذه ويقول الأستاذ الرافعي في سرد أحداث الثورة يقول كنا رأينا الجماهير وهي تشترك في المظاهرات ولا يبالون ما يستهدفون به من أخطار ويواجهون بشجاعة رصاص البنادق والمدافع الرشاشة وسقط كثير منهم قتلى أثناء المظاهرات وكان عمدة هذه المظاهرات الطلاب لا شك وإذا سقط رافع العلم في موكب المظاهر مدرجا بدمائه تقدم غير رفع العلم بدله وكان الجرحى والدم ينزف منهم يشاركون ولا يهتمون وذكر حادثة لطيفة قال رجال البوليس قبضوا في أحدى المظاهرات على جماعة من طلبة المتظاهرين وساقوهم إلى القسم واعتقلوهم به فإخوانهم لم رأوا هذا المنظر ذهبوا إلى القسم جميعا وقالوا نحن جميعا مشاركون فاسجنونا إن شئتم أو اخرجونا جميعا فهذه أيضا لطيفة قال وانتشرت المظاهرات ليس في العاصمة فقط بل في كل مدن وادي النيل وقراه وروح التضحية والفداء تغلغلت في نفوس الشعب أكثر مما كانت من قبل ولم يرى بالناس القتل وعتادوا على رؤية الدم المسفوك في الشوارع بدون خوف ولا تراجع وصارت الصحف العالمية تبرز ما يحدث في مصر بلسان الدهشة والاستغراب لأن نظنوا أن الشعب المصري قد سكن إلى الاحتلال ويأس بمقاومته كما كانت بريطانيا تبشر في أوروبا وحدثت أيضا إضرابات طويلة وكثيرة عند الطلاب في مصر طلاب الجامعة يضربون طلاب المدارس العليا يضربون طلاب المعاهد يضربون فهذه أثرت أيضا في حركة ثورة أبسان 119 وكانت وقودا يمدها ومناسب أن نقول لابد من القول بأن الشباب كانوا هم وقود هذه الثورة يعني الشباب في مصر والطلاب على الأخص كانوا هم وقود هذه الثورة أن مصر كانت فيها حركة طلابية برزت قوية من 1119 إلى الجلاء البريطاني ما بعد الثورة المصرية طبعا أخمدت الحركة الطلابية في عصر الاستبداد الذي جرى بعد الثورة المصرية وإخراج ملك فاروق حصل أهد استبداد كبير طبعا معلوم والثورة الطلابية أخمدت لكن كانت الطلاب أثر وشأن كبير من حوالي 1909 إنشئنا الدقة إلى 1555-56 ثم أخمدت الحركات الطلابية بعد ذلك بالقصد كما هو معلوم ويعني ليس هذا وقت وقت تقويم الحركات الطلابية لكن هذا هو الذي حصل في مصر وجنازات الشهداء كان الناس يخرجون في جنازات الشهداء وكان لها أثر كبير في إيقاد جذوة إبقاء جذوة الثورة مشتعلة في النفوس وكان الناس يخرجون في جنازات من لا يعرفونهم وبالآلاف ويشاركون في دفنهم وقطعت السكك الحديدية وأحرقت المقرات البريطانية وكانت حركة رائعة ورائعة جدا في الحقيقة وحتى أن طلاب القانون عندما طلب منهم أن يعودوا إلى مدارسهم قالوا لفظة لطيفة قالوا لا نريد أن نعود إلى دراسة القانون في بلد يداس فيه القانون فكان هذا أيضا مؤشرا على وعي الطلاب وأين وصلوا استمرت المظاهرات ودمرت عربات الترام في القاهرة اقتلعت الأشجار قطعت خطوط البرق أطلفت خطوط السكك الحديدية واجه الإنجليزي الأمر بإصدار الأوامر العسكرية إلا أن الأمور استفحلت وتفشت الإضرابات بين مختلف الهيئات والموظفين وعمال الترام والحوذية يعني العمال يدويين وسائق العربات والنقل والأجرة ثم انتقلت إلى المحامين أغلقت المتاجر امتدت الثورة إلى مختلف الأقاليم من الإسكندرية إلى طنطة إلى شبين الكون إلى بركة السبع إلى رشيد إلى دمنهور والوجه القبلي يعني الصعيد اشترك فيها طلاب الأزهر وعلماءه وقع الكثير من الضحايا من الطلاب ومن الأزهريين ومن غيرهم وازداد العنف شيئا بعد شيء إلى أن الطرق بريطاني لتنحية وينغت كمندوب سامي والمجيء بإلمبي كمندوب سامي بريطاني في مصر لأن إلمبي عسكري ويستطيع تهديئة الأمور طبعا إلمبي حاول سأتي على ذلك بعد الفاصل حاول إلمبي لكن ما كان بيده شيء رجل عسكري فض ما يستطيع أن يقوم يعني هو اعتاد على الحروب جيش مقابل جيش لكن ما يستطيع أن يدخل في حرب شوارع وحرب طلاب وحرب مع المحامين وحرب مع العمال ما اعتاد على هذا الوجه ينبي من القتال والمشاركة فيه إنما كانت حرب جيش مقابل جيش بعد الفاصل أستكمل إن شاء الله تعالى مظاهر ثورة 1919 واتجاهها الإسلامي في جملة فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات السلام عليكم يا الإخوة والأخوات بعد الفاصل مرة أخرى كما قد قبل الفاصل اتجاه الإسلامي كان ظاهرا واضحا ثورة 1919 باعتراف حتى المراقبين الأوروبيين والإنجليز للوضع في مصر أحد البعثات التنصيرية في مصر أكدت هذا اتجاه الإسلامي وأوضحته في تقريري عن ثورة 1919 اسمعوا أكدت وجود ارتباط كبير بين مفهوم الدين والدولة في الحركة الوطنية أي الشعبية العامة فالخليفة ليس زعيما روحيا فحسب وإنما هو زعيم سياسي كذلك إن الخليفة في الإسلام ليس زعيما روحيا فقط مثل البابا فاتكان لكنه زعيم روحي وسياسي وأن هذه المفاهيم سائدة بين العامة وبين المثقفين ومتعلمين وتضح هذا في حركة عرابي ومصطفى كامل بعد ذلك وكانت ثورة 1919 تحت السطح لما برزت الثورة كانت بعض الشعارات تنادي بأن الجحيم مع الأتراك أفضل من الجنة مع النصارى البريطانيين اسمعوا هذه بعثة تبشيرية تذكر هذا في تقريرها الجحيم مع الأتراك أفضل من الجنة مع النصارى البريطانيين أتراك مسلمون في النهاية والمصريون يسلمون الأتراك مهما كانت مظالم الأتراك عليهم دولة مسلمة تظلم دولة مسلمة أخرى تفاهم حولها يعني داخلي لكن إن تأتي دولة كافرة لتحتل دولة مسلمة فهذا ما لا يمكن أن يقبل المصريون به بطبيعة الحال وأكدت أيضا بعد دراسات عديد من الدراسات الأوروبية أن الوجه الإسلامي لم يكن خافيا أبدا في قيام الثورة فالثوار كانوا يتخذون من الأزهر مقرا للاجتماعات وهذه رمزية كبيرة تشير إلى أثر الأزهر في نفوس الناس على الأقل والذين يثيرون الثوار كان بعضهم مشايخ من الأزهر وبعضهم كان خطباء المساجد وحتى لا نبالغ في تقدير أثر الأزهر الأزهر كان ما زال له أثر ربما الآن أثره ضعيف وضعيف جدا لكن أزهر في تلك الأيام كان له بعض الأثر بعض الأثر لكن هل مثل الأثر الذي كان لعمر مكرم وعبد الله الشرقاوي ومحمد أبو الأنوار السادات أيام نابليون وكليبر من بعده وأيام حملة أليكزاندر فريزر الأولى البريطانية على مصر الأبثمية لا طبعا لا فإن المشايخ ضعفة ضعفت سلطتهم على الناس تدريجا منذ الاحتلال البريطاني لمصر عمد البريطاني بخطة ذكية إلى تحييد ما يسمونهم برجال الدين نحن ما عندنا رجال دين في الإسلام ما عندنا كهنوت وطبقة كهنوتية مقدسة في الإسلام مثل بابوات في أوروبا لا 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 ما عندنا هذا إنما عندنا علماء علماء يفهمون الدين ويوجهون الشعب بموجب هذا الفهم لكن ليس لهم سلطة كهنوتية وصك سكوك غفران وإدخال الناس الجنة والنار هذا ليس عندنا بفضل الله تعالى الإنجليز يفهمون هذا ويعرفون أثر العلماء المسلمين القوي على الشعب فعمدوا من أول يوم إلى ضعف هذا الأثر وخطتهم كانت طويلة الأمد لم تظهر ثمراتها إلا متأخرة كعادة الإنجليز لكنها إلى اليوم نحن نعاني منها إلى اليوم نحن نعاني من تهميش المشايخ في الحياة العامة ليس في مصر فقط بل في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي المشايخ وتوجيههم للحياة العامة الإسلامية كما كانوا في مدد الازدهار في الدولة في صدر الأول في أيام السلف والصحابة رضي الله عنهم والدول المختلفة والعز بن عبد السلام والشيخ السلام بن تيمية وابن قيم وهؤلاء ذي كانوا أثر كبير وابن حجر عسقلاني في مصر وقضاة الكبار في مصر والشام ما عد هذا الأثر ظاهرا وواضحا في زماننا هذا والسبب هو تضافر اسمعوا مهم هذا تضافر الاحتلال الأجنبي سواء كان إنجليزيا أو فرنسيا في المقام الأول وسائر أنواع الاحتلال بعد ذلك تضافر الاحتلال على هذا المعنى وهو إضعاف أثر المشايخ في الناس وإضعاف عملهم وإضعاف وظيفتهم التوجهية في المجتمع هذا أمر ما قطوع به وذكرت لكم قبل ذلك كيف فرقوا بين المدرس الأزهري الذي يدرس الدين والمدرس المدني الذي يدرس الرياضيات والحساب والعلوم وكان المدرس الأزهري يتقاضى ثلث راتب المدرس المدني والسخرية الكبيرة التي أحاطوا بها المشايخ في الجرائد وكذا وتجرئات العامة على السخرية بالمشايخ وإبعاد المشايخ قصدا وعمدا عن الحياة العامة للناس هذا كله وجدنا أثره منذ مدة في ديارنا الإسلامية إلى اليوم اليوم لأسف أكثر علماء المسلمين ليس لهم مشاركة في الحياة العامة إطلاقا وكما نشاهد ونرى المهم لكن في أيام ثورة أفضل 119 كان هناك بقايا بقايا من آثار الأزهر والمشايخ في نفوس الناس وكان هناك بقايا من العاملين من المشايخ والأئمة والخطبة أيضا هنا نقطة مهمة دار الحماية يعني دار المندوب السامي البريطاني تستدعي الشيخ محمد أبا الفضل الجيزاوي شيخ الأزهر تطلب منه غلق الأزهر لأن الثوار اجتماعون في الأزهر ولأن الأزهر هو محط أنظار المسلمين والمعلق آمالهم فلابد أن تغلق الأزهر انظروا يعني هؤلاء مجانين أزهر يغلق وهو يعني مكان يصلى في صلوات الخمس ومكان خطب الجمعة ومكان اجتماع الناس وكذا يرفض محمد أبو فضل الجيزاوي فيحاصر الإنجليز الأزهر في سابقة لم تحدث قط منذ الاحتلال الإنجليزي القاهرة لمصر آني ويمنعون اجتماعا كان سيعقد فيه فيتجه المجتمعون آين إلى مسجد ابن طولون إذن المساجد هي التي توجه الجماهير وخطباؤها أئمتها لهم مشاركة في توجيه الجماهير أيضا في سابقة لم تحدث منذ الاحتلال الإنجليزي لمصر يشكل أزهر قوة اسمها قوة البوليس الوطني هذه القوة يصدر الاحتلال أمرا في 17 إبريل 1919 1335 للهجرة يتضمن التهديد باعتقال من يحمل شعار هذا البوليس لقضاء على ما يريدين قوة دينية تقوم في مصر ويشكل أزهر لجنة من مشايخه لجمع المال للإضراب لأنه يضرب الموظفون يحتاجون إلى مال كيف سيأكلون كيف كذا فيتبرع الناس لهم ولم تجد سلطات الاحتلال بدا من اتجاه للمشايخ ليسكنوا الطلاب ويسكنوا الثورة للأسف مجموعة من مشايخ الأزهر عقدت اجتماعا كبيرا في الأزهر حضره 12 ألف شخص انظروا العدد وقرأ عليهم أحد المشايخ برقية قيل إنها من الرئيس الأمريكي ويلسون للوكيل الفرنسي في مصر جاء فيها مناشدة الإنجليز بمغادرة مصر فورا وطبعا هذا كلام فارغ ثم يعقد اجتماع الغرض نفسي في 19 إبريد سنة أفسه 119 في الأزهر يطرح فيه معاناة انظروا هذه الخيانة معاناة الأسر المصرية التي لا تستطيع تحمل الجوع فماذا تريدون إذن أن نوقف الإضرابات نوقف الثورة يعني المشايخ بعضهم كان يوجه الثورة وبعضهم خان الثورة للأسف الشديد وأنا قلت لكم في تلك الأثناء كان يعني أثر المشايخ قد ضعف إلى حد كبير أيضا في ريف مصر انظروا لتقرير يعني التقرير كتب كتبه الغربيون قالوا في ريف مصر كان الفلاحون لسلامة طويتهم يقعون تحت تأثير مفاهيم دينية حول العقيدة والإيمان تلقى عليهم تجعلهم يطلقون النار دون وعي دون وعي والعجيب أن تشيت هام نائب المعتمد البريطاني في مصر في 19 المارس 1919 يرسل رسالة إلى كرازون وزير خارجية بريطانيا يقول له إن العالم التركي رفع في بعض القرى وأذكرت لكم من قبل هذا لكنهم ذكرت سنده وطبعا ضايق بريطانيا جدا وأيضا مجلس البريطاني مجلس الجالية البريطانية في القاهرة هو مجلس يمثل مصالح بريطانية مختلفة اقتصادية وسياسية وعلامية ذكر في تقريري حقيقة أن السلطات البريطانية تدرك جيدا المقولة المعروفة بأن حكم شعب مسلم بواسطة أمة مسيحية من شأنه أن يشحن الوضع القائم بأخطار معينة وأن تجنب الاضطرابات يتطلب قدرا كبير ما التعلق والرزانة التعقل والرزانة في معالجة الموقف رأيتم يعرفون أن مصريين ومسلمون لا يمكن أن يقبلوا بالنصارى أبدا ليحكموا بلادهم قادة الوفد أين كانوا من هذه الهوجة كلها وذلك الضراب وتلك الثورة قلت لكم سعد زغول ورفاقه لم يكونوا يظنون حتى هم في مالطم أن تقوموا ثورة عقب نفيهم واستغربوا الثورة لما قامت وبعضهم يعني كان يريد أن ينقى بالثورة عن الاتجاه الديني لماذا يريد أن تستبغ الثورة بصبغة علمانية حتى لا يتهموا في أوروبا بأن قضية قضية عصبية دينية يريدون أن يبقوا الرأي العام الأوروبي والأمريكي معهم بحيث لا تستبغ الثورة بعصبية دينية معينة وفي ذلك كانوا يحرصون دوما أن يظهروا الثورة بمظهر أو بلباس علماني انتبهوا هذه نقطة مهمة لأنها أيضا أثرت على مسيرة السياسية المصرية بعد ذلك وعلمنتها تماما أيضا بعد اعتراف ويلسون بالحماية الإنجليزية على مصر كانوا يأمنون في مساعدته في تحقيق إصلاحات في مصر لهذا كان من الضروري من الضروري أن تجنب يعني بريطانيا كانت تسعى أن ويلسون يساعدها في مصر لتحقيق بعض الإصلاحات السياسية وتهديئة المصريين لذلك كان اتجاه الإنجليزي هو تقوية هذا الاتجاه الوفدي العلماني وإضعاف الاتجاه الإسلامي بكل أطيافه تبهوا لذلك تحول الأمر الآن من معاداة لسعد زغلول ورفاقه ومنع من السفر إلى السماح لهم بالسفر بعد ذلك تهديئة للمصريين في خضم الثورة ومحاولة تقوية هذا الاتجاه الذي تفطن له البريطانيون بمكر بالغ أيضا كانت من مصلحة الوفد ومن مصلحة زعماء المصريين آنذاك أن الثورة بصفغة العلمانية حتى لا يثبت أي صلة بين جماهير المصرية الشعبية وبين تركيا التي كانت ما زالت خلافة وصلطنة آنذاك لأن هذا يؤدي والإنجليس شجعوا هذا الاتجاه بالمناسبة لأن هذا يؤدي بانتقال الجهاد المصري القتالي والسياسي والإعلامي من سند إسلامي إلى سند وطني محدود فيفقدون الدعم الكبير لهذا الجهاد وهذه خطة بريطانية ماكرة وماكرة جدا طبعا الجماهير في مصر طلب منها الوفد رسميا أن يكفوا عن الثورة وكيف طلبوا طلبوا بشعارات دينية يعني نادوا الجماهير المصرية بالكف عن الثورة والتوقف عنها باستعمال شعارات دينية لأنهم كانوا متأكدين أن الجماهير لا تدار ولا توجه إلا دينيا ولا ينفع معها العلمانية طبعا فاستخدموا مصالحات دينية لأول مرة ربما لآخر مرة في مخاطبتهم لجماهير المصرية وطبعا اتجهت بعد ذلك الثورة نتائج الثورة للأسف لم يستفد منها بسبب الخلاف الذي قام بعد ذلك بين الوفد المصري وأعضائه بعضهم بعضا وجنوحهم إلى العلمانية فلم يستفيدوا الاستفادة الكاملة من ثورة أبسا 119 وبقي الاحتلال الإنجليزي ردحا طويل من زمني بعد ذلك وهذا ما سأتي على تفصيله إن شاء الله في الحلقات القادمة ابقوا معنا يا الإخوة والأخوات وتحملوا هذا الشرح ربما الذي كان طويلا ومتشاعبا ومشتت بعضكم لكنه مهم ومهم جدا أنه له آثارا إلى يوم الناس هذا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته